هذا الكيان اليوم جبان وعاجز على أن يواجه القوة بالقوة فهو جبان وعاجز فذهب إلى إيلامنا وإلى أن تتفطل قلوبنا من أفعاله عندما بدأ يقتل في الأطفال وبدأ يقتل في النساء ويهدم البيوت على رؤوس الناس لو كان فيه ذرة رجولة وكرامة وشرف لا ذهب إلى المقاتلين الذين كبدوه كبدوه اليوم خسائر كبيرة في الفيديوهات مصورة بالفيديوهات اليوم اليوم أنا كنت دائما أقول عن القسام لأنني زرت غزة أكثر من خمسين مرة وأعرف جيدا الإعداد الذي هو الآن موجود في الأرض وأعرف ما يوجد لدى المقاومة نعم وأنا متيقن وأنا مطمئن أن المقاومة باستطاعتها أن تستمر لسنوات هذا لكي نطمئن الناس المسلمين وليس مبالغة في كلامي وإنما هي حقيقة أعرفها وأعلمها ما شاء الله هؤلاء الناس لماذا يخذون معركة الشرب بهذه الطريقة لماذا الأمة اليوم تتفرج وهذا هو الذي يجب أن يناقش اليوم ويجب أن تكون هناك الصراحة الحقيقية لكي نواجه أنفسنا أن نستطيع اليوم اليوم أن نعتز بعزتنا وبرجولتنا نعم المسلمين عندما ثنين مليار اليوم كلهم ينظرون إلى ثنين مليون يسحقون سحقا ويدمرون تدميرا ثم عندما تتكلم يقول لك لا نملك إلا الدعاء أي دين هذا أي فقه هذا من أين أتيت بهذا الفقه خذ الأسباب وعمل ما هو واجبك ثم ادعو الله الواحد الأحد شكرا لكم